أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تتع المكذبين واضوا لو تدهن فيدهنون ولا تتع كل حلاف مهين همى ذم الشائن بنمين مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زمين أن كان ذا مالي وبنين إذا تدلى عليه آياتنا قال أسافير الأولين سنسم هو الخرطوم إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليسرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصورين فتنادوا مصبحين أن يغضوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافطون ألا يدخل النهى اليوم عليكم مسكين وغضوا على حرثهم قادرين فلما رأوها قالوا إن لظالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعض ملا بغض يتناومون قالوا يا ويدنا إنا كنا طاغين عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون وسلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم كانوا صادقين يوم يكشف عن صادق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون قاشعة أبصار ترهق ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجه من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكذبون تصبر لحب ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادا وهو مكذوم لولا أن تتاركه نعمة من ربه لنبذ بالغراء وهو مذنوم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكان الذين كفروا ليزيقونك بأبصارهم لما ثمعوا الزكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين